عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم لقاءً تواصلياً مع شبيبة الحزب في فرانكفورت الألمانية حضره عدد من الشخصيات أبرزها رئيس الحزب عزيز أخنوش ويحرص حزب التجمع الوطني للأحرار على عقد مؤتمرات تواصلية مع الشباب خارج المغرب بغرض عرض مستجدات المشهد السياسي المغربي وتحفيز الأطور والكفاءات المغربية الشابة ودعوتها إلى المشاركة السياسية الفعالة في بلادهم تفاصيل أوفى حول لقاء التواصلي في روبرتاج لنسرين يحي وشيمة قباب أزياد من خمسة ألاف وثمانمائة شاب مغربي وشابة قدموا من مختلف البلدان الأوروبية للمشاركة في مؤتمر الشبيبة التجمعية بمدينة فرانكفورت الألمانية إنشاء منظمة الشبيبة التجمعية فكرة انطلقت من مدينة دوسندولف بألمانيا وفي هذا الإطار طالب رئيس الحزب عزيز أخنوش الشباب بالخارج بالعمل الجدي في المجال السياسي كانت تأسيس المنظمة التجمع هنا في ألمانيا وفي هذا النطاق كان واحد اجتماع مع الشباب والشابات اللي طلبوا باش تكون عندهم واحد يعني تنظيم اللي يمكن يتلقوا فيه يمكن يتعافوا فيه قد نعطيهم انطلاقة ماشي فقط باش في ألمانيا ولكن يعني المغاربة دي العالم حتى أنه في القارة الأفريقية والأمريكية والأوروبية غادي يكون منظمة واحدة ديال الشباب اللي فيها يعني كل كل بلاد عندها منظمة ديالا ولكن فيها واحدة فيدرالية يعني ديال جميع يعني جميع القارات اللي هي موجودة هدف هو أنه تعريف بالمغرب دعوة لهم باش يرجعوا للمغرب بيستفد المغرب من الخبرة ديالهم هدو شباب مغاربة المغرب من فتح العالم فبتالي هاد العلاقات يجب أن نحافظ عليها وهذه مناسبة أن نسمعوا الشباب ونعرضوا لهم أهم المستجدات المشاركة السياسية المغربية وكذلك نحفزهم المشاركة السياسية الفاعلون بحزب التجمع الوطني للأحرار أكدوا أن الحزب يلعب دورا هاما في تأطير الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر تحفيز الشباب ودعوتهم إلى المشاركة السياسية وأبرز الفاعلون أن الحزب يستقطب الشباب للانضمام إليه انطلاقا من التوجه ورؤية العامة للحزب بحسب تعبيرهم جاءوا باش يقولوا احنا الشاباب بغينا نشاركوا في السياسة احنا الشاباب ما نخليوا شي واحد هو اللي غادي يقول لنا اش غادي نديروا احنا ناخدوا المبادرة وحنا نشاركوا في القرار السياسي لنا الكفاءة للجمعات ولا بدون ما تغلل نتائج إيجابية وتحسن ولا تعاون المصار اللي غادي فيه المغرب إن شاء الله من جهة استقطاب الاستثمار الأوروبي ومن جهة أخرى الدفعة على المصالح العلية ديال البلاد أعداء حزب تجمع الوطني للأحرار شددوا على الالتزام بمبدأ التضامن والوحدة من أجل الوصول إلى تطور إيجابي في شتى المجالات سعيا إلى تحسين أوضاع عيش المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن من أجل عدالة اجتماعية مستدهمة وآخر دو جنبير وبداية يناير يكون اجتماع المغرب ديال الرئيس ونائب الرئيس والرئيسة أو نائب الرئيس ديال كل هاتنظيمة على سعيد كل الدول في أوروبا وأمريكا وكندا وأفريقيا هندلوا في المغرب لانتخاب كذلك الرئيس ونائب الرئيس اللي غادي يكون عندهم مكان في الفيدرالية الوطنية ديال الشابيبة التجمعية تلقاء الشابيبة في ألمانيا للغرض دياله في الواجهة هو الاقتراحات بعض أفكار مغاربة العالم ومناظرات بعض الشباب اللي لقوا الكلمة ديالهم من أجل دعم النموذج المهو الجديد جمعنا الشابيبة من جمع ألمانيا وحتى الشابيبة ديال أوروبا من اسبانيا بلجيكا هولندا وفرنسا وجينا باش نشجع الشابيبة باش يشاركون عنا في الحزب تجمع الوطني للأحرار وحتى بغينا نشجع الشابيبة في المغرب باش يشاركون عنا في الحزب ويعونونا باش نزيدو المغرب لقدام اللقاء عرف مشاركة عدد من تجمعي ألمانيا القادمين من مختلف المدن وكذا بعد أعداء الحزب لقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية التي دع الحزب إلى تنظيمها قصدا تشجيع سياسة القرب والتواصل وتعزيز النقاش وتبادل الأرائي مع مغربة العالم